في أكتوبر 2021 وفي الذكرى السنوية للثورة في الصين وقف الرئيس أمام قادة الحزب الشيوعي الحاكم ومسؤولي الدولة وأعلن بلهجة صارمة أن توحيد الصين مع تايوان حتمية تاريخية تصريح يعطي إجابة واضحة عن سؤال ماذا تعني تايوان للصين انتهت انتخابات تايوان قبل أيام إلى نتيجة لم تعجب بكين كثيرا أسفر سباق الانتخابي عن فوز لايت شينكتي المؤيد لاستقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها نتيجة الانتخابات من المتوقع أن تبقي على منسوب التوتر على الأقل في وضعه الحالي فلا استقرار في الأفق ربما تعتبر سيطرة تايوان على صناعة الرقائق نعمة للاقتصاد العالمي لكنها اليوم أصبحت تشكل تحديا حقيقيا فتايوان تصنع معظم الرقائق الإلكترونية في العالم التي تستخدم في كل شيء تقريبا وهناك على بعد مئة ميل يقع البر الصيني الرئيسي حيث تنظر الصين إلى تايوان كمنطقة انفصالية ويجب إعادتها إلى بيت الطاعة في المقابل تنفتح الجزيرة على مجموعة من السيناريوهات قد تهدد الاقتصاد العالمي ففي حال أحكمت الصين سيطرتها على تايوان فهناك سيناريوهان الأول أن تقع هذه المصانع تحت سيطرة الصين وهو أمر لن يوافق عليه الغرب والثاني أن تدمر هذه المصانع في نطاق المواجهة وهو ما سيجعل العالم أمام أزمة لم يرى لها مثيل منذ الكساد العظيم ولنفهم مدى الارتباط الوثيق بين اقتصاد الولايات المتحدة ورقائق تايوان فإن صناعة المركبات في أمريكا تكبدت خسائر بنحو مئتي وعشرة مليارات دولار بسبب تعطل السلاسل إمداد الرقائق بسبب جائحة كوفيد لكن جميع السيناريوهات تصب في نهاية واحدة وهي أن الحرب المتوقعة ستضرب صناعة الرقائق بشكل مباشر وبالتالي ستضرب عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهو ما يعادل عشرة تريليونات دولار